ناخد جولة مع حضراتكم في المركات وإلا مازال أو أعتقد أن الأيام الأخيرة فيه هتحمل صفقات مدوية في كلام كتير جداً طبعاً عن باير ميونيخ اللي بالفعل استغنى عن خدمات ليفاندوفسكي لصالح البرصة وكان يأمل في أنه ساد يوماني يكون تعويض للبولندي الدولي ليفاندوفسكي لكن ده ما حصلش وواحدة يمكن من أسوأ مواسم ساد يوماني وانتقاله لنادي الناصر السعودي بيضع نهاية أو حد لتجربة ما نهي في البايرن لكن البايرن ما زال يبحث عن رأس حربة والهدف الأول والأخير لباير ميونيخ منذ بداية موسم الانتقالات هو هاري كان نجم الكرة الإنجليزية ونجم التوترهام حقيقة يمكن أكثر من عرض تقدم بي أو تقدمت بي إدارة باير ميونيخ لصالح السبيرز عشان يحصلوا على خدمات النجم الإنجليزي وأول عرض كان حوالي 60 مليون جنيه استرليني وده العرض اللي قبل بالرفض رفعوا باير ميونيخ ل70 مليون استرليني ولكن نادي توتنهام أصر على حصول على مبلغ 100 مليون استرليني وفقا لصحيفة السن البريطانية باير ميونيخ مستعد لتقديم عرض أخير وجديد لإدارة توتنهام بقيمة 85 مليون جنيه استرليني عشان يفوز بخدمات اللعب وده رقم فلكي مش بس بالنسبة لنادي زي نادي بار ميونيخ لكن كمان رقم فلكي بالنسبة للدوري الألماني على ناحية تانية والصراع بين PSG وبين ريال مدريد الممتد من ثلاث مواسم يمكن بسبب صفقة كيليان إمبابي يدرس حاليا تقديم شكوى في الفيفا في نادي ريال مدريد وخصوصا أنه نادي الفرنسي على يقين تام بأنه ريال مدريد أنهى مفاوضاته لضم اللعب وهو على زمة نادي الفرنسي وأكد نفس التقرير أنه نادي الهلال السعودي قد قام بالفعل المعلومة التي كنت تكلمت حضراتكم فيها بالاتفاق على تقديم عرض رسمي لشراء كيليان إمبابي من PSG في مقابل مبلغ 300 مليون يورو وأنه نادي الفرنسي نادي العاصمة وافع على العرض لكن اللاعب هو اللي رفض تماما فكرة الانتقال وكان مصمم على انتقال طبعا وتحقيق حلمه باللعب لصالح الريال تقرير أشار أيضا أنه أكتر من نادي مش بس الهلال كان مهتم بإمبابي لكن جمعهم انسحبوا من الصفقة وفي عروض تلقاها الـ PSG بالفعل من أندية زي أندية شلسي زي نادي برشلونة وزي نادي ليفربول الأسبانية بتكشف عن احتياجات شابي للموسم الجديد خدوا بالكم معشاء البرسا النهاردة فيه كلام كتير جدا على انتقال عثمان دامبلي نجم فرنسا طبعا ونجم البرسا في الفترة الأخيرة لباريس سان جرمعا فيه شرط جزائي فيه شرط جزائي في عقد عثمان دامبلي يتمكن أي نادي من انتدابه مع دفع 50 مليون يورو فقط لغير لصالح إدارة البرسا بداية من شهر أغسطس البند ده أو الشرط الجزائي ده ترتفع قيمته لحوالي 100 مليون يورو وبالتالي فيه مفاوضات فيه مفاوضات طبعا PSG ممكن يدفع 50 مليون يورو لدامبلي ويخلص القصة وعثمان دامبلي قبل ربطة الليجة الأسبانية ربطة الدورية الأسبانية انه خلاص مش هيكمل مع البرسا السؤال هنا هو ليه PSG بيتفاوض بداية عنده القدرة المالية انه يدفع 50 مليون يورو وبالتأكيد يهمه انه يخلص الصفقة دي بسرعة لانه كل مطال امدها ومدتها ده معناه انه ممكن يوصل للفترة اللي يرتفع فيها الشرط الجزائي لضم اللعب لـ 100 مليون يورو وهو بالتأكيد في غنى عن دفع 50 مليون يورو اضافيا لكن فكرة المفاوضات هنا هي محاولة الحصول على افضل عرض يمكن من خلاله دفع المبلغ على دفعات يعني بدل مدفع 50 مليون يورو مرة واحدة لبرشلونة لا اروح لإدارة البرسا واقول له لا انا هشتري منك بـ 60 مليون بـ 65 ممكن بـ 70 طبعا الفلوس ما فيهاش مشكلة بالنسبة لإدارة الـ PSG حلمهم بتحقيق شامبيونز ليج ما زال قائم رهانهم على لويس انريكي واحد من افضل مدربين حقيقة في العشر السنوات الاخيرة كبير جدا فاروح اتفق مع عدارة برسلونة انه بدل ما اديك 50 مليون كاش لا انا هشتري منك بـ 70 مليون بس هديك المسم ده 30 المسم اللي بعده 20 مثلا مثلا يعني المسم اللي بعده 20 والمسم اللي بعده 20 لو وفقت دارة البرسا على تقديم تسهيلات ممكن العرض المالي من PSG يرتفع ونفس الصحيفة اكدت ان جواب فليكس لعب أتلاكو مدريد تم عرضه على شابي عشان ينضم للبرسا لكن شابي رفض الفكرة فكرة انه البرسا يتعاقد مع اللاعب وقال انه ده ما بيتناسبش مع فكره او مع الخطط الفنية اللي بيحطها شابي لفريق البرسا برناردو سيلفا نجم الستي نجم البرتغال ونجم منشست الستي واحد من اهم الاسماء اللي بتيجي على رأس اهتمامات شابي موديل فني لبرسلونة ويمكن اللي بيمنع ده هي شوية فكرة العلاقات المتوترة بينه وبين جورجولا في الفترة الاخيرة اللي ممكن تمنع انتقال وخصوصا طبعا احنا عارفين ان جوندو جان بالفعل انتقل من المان سيتي لبرسلونة لكن برناردو سيلفا واحد من اهم اوراق اللي بتنفذ فكر الباب في الستي وبالتالي صعب قوي انه يستغنى على اثنين من اهم اللعيبة وخصوصا كمان مع خروج رياض محرز خد بالك انت في الستي ما عندكش غير محرز وبرناردو سيلفا اللي ممكن يلعبوا في الحتة دي برجلهم الشمال ما فيش تعيبة تانية فاذا كان محرز خرج صعب قوي اننا استغنى عن اللعيب الوحيد اللي معنا الموندو دي بورتيفو ديمبلي هيحصل على 20 مليون يورو سنويا مع باريس سان جرمان وعلى فكرة فيه كتير قوي من النقاط والمحللين بيروا انه عثمان ديمبلي يتفوق من حيث الامكانيات على كيليا كل مدينة سمعتها كتير قوي في الدولة الفرنسية وفيه ناس كتير جدا شايفة ان عثمان ديمبلي لو انتقل لصالح من بارشلونة لبي اش جي من الممكن انه يكون افضل تعويض ومن الممكن انه يسمح في الوقت ده برحيل كيليا نيمبابي لريال او لغير الريال بدون ان تتأثر قدرات البي اش جي الهجومية الموندو دي بورتيفو اكدت ان عثمان ديمبلي لعب بارشلونة اتفق بالفعل مع بي اش جي على الانضمام للنادي الفرنسي لمدة خمس سنوات مقابل عشرين مليون يورو سنويا وده رقم ضخم جدا مقارنة باللي كان بيحصل عليه في بارشلونة وبالتالي اتساوين وين ساتيوشن زي ما بيقولوا او يعني ديل او صفقة هتصب في مصاحة كل الاطراف